اشتركوا في القناة اجتماع يضم نقبات التربية وسلطة الإشراف يتناول تلتيب صحية الخاصة باستئناف دروس في الثالث من ماي المقبل بداية من الغد بإمكان الأساتذ الرغبين في إنهاء أو التعمق في بعض المسائل والمحاول الخاصة بالامتحانات الوطنية تأمين دروس لفائدة تلاميذهم في أقسام البكالوريا والتاسعة أساسي وستكون هذه العودة الجزئية للتدريس مقتصرة على خمسة أيام إلى غاية الثلاثين من شهر أبريل موعد انتهاء تطبيق تعليق الدروس قرار استئناف التدريس بداية من الغد يبقى اختياريا من طرف المدرسين وقد تم الاتفاق عليه خلال جلسة عمل اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة الأعدادية والتعليم الثانوي وفي تنظيم خاص بهذه الفترة الذي يختلف على التنظيم المعتاد الذي يعتد به خلال فترات الدراسة العادية لا يكون بجداول الأوقات العادية ولكن يكون بتنظيم خاص عادة في فترات السباحية بتنظيم خاص يعد مدير المؤسسة وتوصلت وزارة التربية إلى اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ينص على الاقتصار فقط على تدريس المواد الأساسية اللغة العربية واللغات الأجنبية ومواد العلوم بالنسبة لأقسام التعليم الأساسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي وقد تم التخلي عن المواد غير الأساسية التي تشمل مواد التربية والفنون والتاريخ والجغرافيا في مسعى لتمكين المدرسين من استغلال الزمن المدرسي لإنهاء ما تبقى من تعلمات وبالنسبة للامتحانات فسيتم تأخير إنجاز الاختبارات الكتابية والشفاهية بأسبوع مقارنة مع الرزنمات السابقة كما تقرر الإبقاء على نفس موعيد تاريخ بداية العطلة الصيفية في 30 من شهر جوان مقبل وبالنسبة لامتحانات البكالوريا فقد تم الاتفاق خلال جلسة عمل اللجنة الفنية المشتركة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي على إلغاء الامتحانات التطبيقية للبكالوريا باستثناء مادة الإعلامية في شعبة الإعلامية على غرار السنة الفارطة وبالنسبة للشعاب الأخرى سيتم احتساب المعدل السنوي لمادة الإعلامية في المعدل النهائي لامتحان البكالوريا كما تم الاتفاق على تأخير البكالوريا البيضاء بأسبوع لاستكمال البرامج بالإضافة إلى المحافظة على موعد إجراء الامتحانات الوطنية للبكالوريا والتاسعة وذلك في صورة العودة إلى مقاعد الدراسة في الثالث من ماي المقبل وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية تونسيا تيفي بوانتين بقية متابعة طيبة لبرامج ناشاية طيبة للجميع ويكونوا بخير دائما إلى اللقاء